شاب في الثلاثين من عمره على خلق ودين حضر هو وزوجته حفل زفاف أحد أصدقائه في العمل وفجأة ابتسم ولمعت عيناه وقال لزوجته بفرحة ها هو معلمي الذي حدثتك عنه كثيرا والذي لم أقابله منذ عشرين عاما وأدين له بجميل لن أنساه طوال عمري وذلك عندما كنت في المرحلة الابتدائية أسرع الشاب وأقبل على معلمه بلهفة واشتياق وتقدير واحترام ثم قال له بشيء من الخجر والخزي هل تتذكرني يا أستاذي؟ فقال المعلم لا يا بني فقال الشاب بصوت خافت كيف لا؟ فأنا ذلك التلميذ الذي سرق ساعة زميله في الصف وبعد أن بدأ الطفل صاحب الساعة يبكي طلبت منا أن نقف جميعا ليتم تفتيش جيوبنا وأيقنت حينها أن أمري سينفضح أمام التلاميذ والمعلمين وسأبقى موضع سخرية وستتحطم شخصيتي إلى الأبد لقد أمرتني أن نقف صفا وأن نوجه وجوهنا للحائط وأن نغمض أعيننا تماما وأخذت تفتش جيوبنا وعندما جاء دوري في التفتيش سحبت الساعة من جيبي ووصلت التفتيش إلى أن فتشت آخر طالب وبعد أن انتهيت طلبت منا الرجوع إلى مقاعدنا وأنا كنت في رعب لأنك ستفضحني أمام الجميع ثم أظهرت الساعة وأعطيتها للتلميذ لكنك لم تذكر اسم الذي أخرجتها من جيبه وعملت بحديث رسولنا الكريم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وطوال سنوات الدراسة الابتدائية لم تحدثني أو تعاتبني ولم تحدث أحدا عني وعن سرقتي للساعة ولذلك يا معلمي قررت منذ ذلك الحين أن لا أسرق أي شيء مهما كان صغيرا وأن ألتزم بالصلاة وطاعة الله والاستغفار حتى الآن فكيف لا تذكرني يا أستاذي وأنا تلميذك وقصتي مؤلمة ولا يمكن أن تنساها أو تنساني ربت المعلم على كتف تلميذه وابتسم قائلا بالطبع أتذكر تلك الواقعة يا بني صحيح أنني تعمدت وقتها أن أفتشكم وأنتم مغمض العين كي لا ينفضح أمر السارق أمام زملائه لكن ما لا تعلمه يا بني هو أنني أيضا قمت بتفتيشكم وأنا مغمض العينين ليكتمل الستر على من أخذ الساعة ولا يترسب في قلبي شيء ضده بك الشاب واحتضن معلمه وقال له ما أعظم قلبك يا أستاذي من الآن لن تنقطع العلاقة بيننا أبدا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم شاب ثري على خلق ودين تعود على فعل الخير مع من يعرف ومن لا يعرف دائما تسبقه ابتسامته ولا ينطق لسانه إلا بالطيب من الكلام تقدم لخطة فتاة لم يخبرها بثرائه فقوبل من أهلها بعدم اهتمام وصل في بعض الأحيان لدرجة السخرية بسبب طيبته الزائدة والتحدث بألفاظ راقية والرد بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولإصرار الفتاة عليه واقتناعها به تمت الخطوبة واتفق الشاب على زيارة أهل الفتاة مرة في الأسبوع والجلوس بينهم على أن يتم عقد قرانه بعد شهر من الخطوبة كان الشاب كريما جدا مع الفتاة وأهلها حيث كان في كل أسبوع يحمل الكثير من الهدايا القيمة للفتاة وأهلها ومع ذلك لم يلقى من أهل الفتاة حسن استقبال أو معاملة مما جعل الفتاة تقول لأهلها في حزن وبعيدا عن خطيبها لن أطلب منكم سوى ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه والقائل أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس لم يهتم أحد من الأهل بكلامها وظل الشاب متمسكا بحسن خلقه ومعاملة الجميع بود وتذكيرهم ببعض التعاليم الإسلامية حتى تمت خطوبة أخت خطيبته وشاهد بعينيه مدى الحفاوة وحسن الاستقبال لهذا الخاطب الذي لا يأتي لهم بأي هدايا ولا يعرف سوى النكات والخوض في أعراض الناس والسخرية من الجميع حتى يحظى بضحكات أهل خطيبته فحزن كثيرا ولكنه لم يبدي هذا الإحساس لأحد حتى تم الزواج وبعد مرور الشهر على الزواج لم يذهب أحد من أهل الفتاة لزيارتها والاطمئنان عليها فحزنت كثيرا وطلبت من زوجها الذهاب معه إلى أهلها للاطمئنان عليهم فحمل الزوج كعادته الكثير من الهدايا لأهل زوجته وهناك وجد خطيب أخت زوجته في حفل نكات وأهل زوجته غارقون في الضحك ولم يشعروا بقدومه وزوجته فقرر الزوجان مغادرة المكان ولكن والد الفتاة نادى عليهما قبل الخروج وقال لابنته إن الخير يأتي مع أهل الخير لقد قرر خطيب أختك إدخالنا في مشروع كبير سيجعلنا من الأثرياء ابتسم الزوجان ثم غادر المكان وعندما شعرت الزوجة بحزن زوجها اعتذرت له وأخبرت بأنها قررت عدم زيارة أهلها نهائيا فابتسم وقال لها وهل تعتقدين أني سأوافق على قطيعة الرحم؟ إنما يحزنني شيء آخر فقد سألت عن خطيب أختك وعرفت أنه للأسف كان موظفا مرتشيا وفوصل من وظيفته وقد نصب على كثير من الناس وأخشى أن يكون والدك ضحيته الجديدة وإذا أخبرته بذلك لن يصدقني وربما اتهمني بالحقل عليه ولكن عليك أنت تحذيره بطريقة اللابقة اتصلت الزوجة بوالدها وحذرته من خطيب أختها فضحك وأغلق الهاتف وبعد شهر واحد فوجئ الزوجان بأهل زوجته يأتون جميعا يبكون ويطلبون من الزوجين إنقاذهم حيث أن خطيب أختها أخذ مدخراتهم ومنذ ثلاثة أسابيع لا يرد على اتصالاتهم وعندما ذهبوا إلى شقته علموا بأنه تركها منذ فترة وأنها كانت مفروشة ولا أحد يعرف مكانه حتى الآن وقال الأب لابنته نعتذر جميعا لزوجك على سوء معاملتنا له رغم كرمه وحبه لنا لقد علمنا الفرق بين الكريم واللئيم ولكن بعد فوات الأوان ابتسم الزوج وطمأن أسرة زوجته ثم أعطاهم المبلغ الذي أخذ منهم ووعدهم بأنه سيبحث عن هذا المحتال ويقدمه للعدالة وطلب منهم تغيير سلوك حياتهم وارتباطهم بالله والالتزام بطاعته حتى يرضى عنهم ويبدل عسرهم يسرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في يوم من الأيام حضر رجل لا يؤمن بوجود الله تعالى إلى أحد الخلفاء وقال له في ثقة أنا لا أجد أحدا يقنعني بوجود إله وأتحدى أكبر عالم عندكم وإني واثق من النصر عليه صمت الخليفة قليلا وقال في نفسه إن أمرت بقتله فسوف يقول الناس أنني لم أستطع مواجهته بالدليل ثم نادى وزيره ليستدعي له الإمام أبو حنيفة فلما جاءهم طلب منه الخليفة إقناع هذا الرجل بوجود الله تعالى قال له الإمام أبو حنيفة سوف أثبت لك ذلك ولكني أستأذنك لكي أنهي أمرا ضروريا في القرية المجاورة ثم أعود سريعا فأذن له الخليفة ولكنه تأخر كثيرا فأحس المرحد بالغرور والكبر وقال للخليفة أستأذنك بالانصراف فقد هرب أبو حنيفة لأنه عاجز عن إقناعي في هذه اللحظة عاد أبو حنيفة واعتذر عن التأخير ثم أخبرهم أنه وجد في طريقه نهرا ولم يجد قاربا فجلس ينتظر حضور قارب وطال انتظاره ثم فجأة رأى أبو حنيفة أمرا عجيبا فقد رأى أخشابا تتجمع ومسامير تقف فوق الخشب وظهرت مطرقة وأخذت تدق على المسامير حتى رأى أمامه قاربا متقن الصنع فركبه وحضر أخذ الملحد يضحك ثم قال إن هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون ولا يصدقه أحد فكيف تطير المسامير والألواح في الهواء وتتجمع على الماء ويتكون منها قارب دون أن يصنعه أحد وهنا ابتسم أبو حنيفة وقال إذا كان وجود قارب صغير بدون صانع لا يصدقه عقل فهل يصدق العقل أن هذا الكون بكل ما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر قد وجد بنفسه دون أن يخلقه خالق فبهت الملحد ثم قال صدقت فلابد أن يكون لهذا الكون من خالق هو الذي خلقه ونظمه هو الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم ترجمة نانسي قنقر